كانت في فترة في أوجي عنفوانها في المد السوري اليساري في حقبة السبعينات من صفة خاصة رأينا منظمات يسارية كالألوية الحمراء في إيطاليا والجيش الأحمر في ألمانيا وهو بدر يمنهوف وعندك أيضا كارلوس فتى منزولا وسنويلة واهيدا بالوقت كيف عم بتكون الكريم هي تقضي قطعبها أنا لا إسماعي إسماعي انت ستقاطعين وأنا أجيب كما أريد أنا لا تجيبي كما أنت لحظة 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 أنا أخدم الفكرة التي أريدها نحن نحترم أن! ما هذا الأسلوب؟ بتمنى أنه ما تنفعل نحن نحترم حضرتك أنه بدأ قطعتي إجابة وافية بس للأسف وقتنا أخير أنا اتفقت مع الأستاذ إبراهيم حاربي طيب تفضل تفضل أتفقت مع الأستاذ إبراهيم حاربي ألا تقدعي تفضل عطونا يا شباب وقت أنت كنت تبيني لنفسك أنك مبيزة حلس تفضل تفضل بدون ما توصفني تفضل أنا أخدم الفكرة التي يريدها أنا هون سيدة استوديو وسيدة كلم لو سمحت أنا عم بقلك قصة الوقت لأخدم لك إجابتك إذا ما نتوسع كثير بالإجابة ما راح يكون في عنا وقت لبقية الأسئلة إذا ما نرجع بحقبات تاريخية بعيدة ما راح يكون عنا وقت لنخدم الموضوع الشغل يوقفي عليك تكون عنا وقت لحظة تكون عنا وقت لنتهيب على كل الأسئلة مين بيقرر الموضوع أنا تقرره أنا هون تقرره قراري ولا تقرري هذا لاختيارك أنا هنا أفعل ما أشاء أنا أيضا خد تسمعني إجابتك خلينا نرجع للموضوع طيما نضيع وقت بجدال بلطا خلاص طيب سكوتي حتى أستطيع أن أتكلم أولا هذه أنا بأتكلم لكي يفهم أول شي كيف شيخ محترم مثلك بقول سكتة لأموزيعة معلش كيف تقول سكتة يعني أنا محترم رجب أن تكتنا خلاص ما عد بدي أكفي هذا الموضوع فينا نوقف الموضوع أنا لا يشرفني إن أحضر عندك أنت إنسانة لن لحظة لحظة يعني أو بدي كون فيه احترام متبادل أو بلي الموضوع كله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر